بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات السنوية العامة أهلا بيكم إن شاء الله الحلقة دي الحلقة الأخيرة في منهج الكالكيروس بحيث يبقى بابتداء من الحلقة اللي جاية بإذن الله دايناميكس لغاية من خلص الدايناميكس بإذن الله وبكده يبقى منهج السنوية العامة كله خلاص ونبتدي في الريفيجن بإذن الله الحلقة اللي فاتت إحنا ابتدينا الارية بتاع أي فجر أي فانكشن نقدر نجيب الارية بتاع الريجن between the curve and the x axis النهاردة إن شاء الله خدنا 13 مسألة المرة اللي فاتت المرات إن شاء الله هنتكمل حاكتين صغيرين نفتكر بيهم الموضوع كان ماشي إزاي ونكمل area between two curves وندخل على الفوليوم ده الحلقة الأخيرة بإذن الله نبتدي نعمل مراجعة كده سريعة على اللي إحنا عايزينه ونتكلم شوفوا بقى ريفيجن سريع أولا لما أقول فيه curve وعايز أجيب الارية under the curve and the x axis إحنا قلنا بنعمل إيه قلنا فيه راجل اسمه ريمان ريمان ده قالت أسم المنطقة دي الريجن ده أسمها الريكتانجل فأنت لما تعمل الارية بتاع الريكتانجل ده بلاس ده بلاس ده بلاس ده بلاس ده بلاس ده الارية دي كلها الصم الارية length time width length time width length time width لما أعملهم كلهم بلاس بعض أنا جبت أقرب ما يكون للحقيقة قلنا الارية هنا تبقى قريبة أو من الصح نيجي بقى قلنا بقى علشان تقرب أكتر من المزبوط صغر الريكتانجل ده عشان الفراغات اللي موجودة دي تقل فإحنا قلنا حناخد ريكتانجل أصغر ريكتانجل أصغر تكبر كترن عدد الريكتانجل لما تكتر عدد الريكتانجل حيبقى قريب أو من الحقيقة بص كده للرسمة اللي ماشية دي كل ما تصغر الريكتانجل كل تقريبا شوف الفرق من الريكتانجل الكبيرة فراغات كبيرة كل ما صغر كل ما تبقى أقرب للصح فقلنا الصم بتاع كل الريكتانجل دول لغاية انفينيتي الصم تو انفينيتي اللي هو الليمت ان ابروكس تو انفينيتي دي قلنا بنسميها انتجريشن وقلنا انتجريشن فورم ايتو بي يجب لك انتجريشن دي معناها صممشن انفينيت نامبرز يعني خلي بالك انتجريشن دي هي الميننج الصممشن يبقى انتجريشن يعني صممشن تجميع حاجات بس عددهم انفينيتي فزي ما عملت كده فقلنا دي تجيب بيها الاريا بسرعة كده لو انا عايز اجيب الاريا بتاعتك كل ده انا بعمل لك ريفيجن على اللي احنا قلناه الحلقة اللي فاتت فلما اقول لك يلا هاتلي الاريا هنا تقوم سيادتك تقولي انا هاعمل ريكتانجل واحد المفروض الاريا بتاعته لينث تايم ويتث يعني y dx لما اجيب y dx كده انا اجيبت الاريا بتاع الريكتانجل ده لو عملت ريكتانجل كمان ريكتانجل كمان ريكتانجل كمان ريكتانجل لغاية عددهم انفينيتي يعني عملنا انتجريشن كده يبقى انا اجيبت الاريا مظبوطة طب لو عايز الاريا دي اولاد برضو نعمل ستريب كده ستريب ده بربندكلر على ال y axis يبقى انا لما اجيب هسمي الويتث ده dy والمسافة dx يبقى لما قولك هكلي الاريا بتاعة الريكتانجل هتقول لي length time width x dy وبعدين نعمل integration نطلع الاريا طبعا انت عارف y dx ما تنفعش يبقى انا لازم اشيل ال y هيكونوا مديك الفانشن بتاعة الكيرف ده شيل ال y وكتب function of x عشان لازم لما يكون dx لازم يكون معاها x لو dy لازم معاها y وبعدين رجعنا قلنا حاجة تانية لو انت بتجيب الاريا والكرف above x axis بتعمل integration لو الكيرف below x axis لازم تعمل absolute لان absolute هنا لان لو حسبت دي هتطلع بالنيجاتف وما فيش area بالنيجاتف فلازم اعمل absolute علشان كده لو طلبت منك الاريا بتوين هذا الكيرف و x axis تقول لي الكيرف ده عامل intersection x axis عند point عند اتنين يبقى حقولي الاريا عبارة عن summation ل3 areas area 1 area 2 area 3 area 1 لازم احطها في absolute area 2 من غير absolute لانها positive area 3 لازم احطها absolute اليوت كده يبقى انا هجيب الاريا plus area plus area ادي لك الاريا from a to b ده التلاتة سلايدز دول revision على اللي قلناه الحلقة اللي فاتت نبتدي بقى فيك بقي two examples كده بسرعة استكمال اللي قلناه وبعد كده ندخل في الجديد بصوا يا ولاد دي انا قلتلكوا عليها homework المرة اللي فاتت قلتلك لو سامحت هتلي area from 0 to 10π absolute sine x dx خلي بالكو يا ولاد في حاجة مهمة عايز اقولك عليها بصيلي كده لما اجي اقولك انا رسمت y axis x axis لو جيت قلتلك ده هو الكيرف ده معروف اسمه x bar 3 انت عارف طب لو قلتلك اعمل لي absolute x bar 3 هتقوم تيجي على نفس الكيرف ده الكيرف ده دي نشيلها absolute يخليلك الpoints دي تطلع فوق هنا يبقى الكيرف هياخد المنظر ده يبقى الabsolute معناها اللي بالnegative تتقلب فوق بالpositive اقولها كمان مرة لما اقولك one over x كلكم كلكم عارفين one over x دي function بتترسم بال curve two curves كده لما زعلنين من بعض دول لما one over x لو كتبت one over absolute x لما حط absolute يبقى الكيرف اللي تحت ده حيتشال يتعاكس يبقى فوق كده فلما حط absolute معناها اي جزء في النجative الجزء ده اللي كان في النجative حيتشال يتعمل ريفليكشن على ال x axis طب جميل طب يبقى بالمرة بقى لو قلتلك sine x كلنا عارفين sine x sine curve عارفين انه جاي بالشكل ده الكيرف ده zero هنا pi هنا two pi هنا three pi الكيرف ماشي كده طيب لما اقول absolute sine x absolute يبقى ده هقلبها فوق ده هقلبها فوق تعال بص بقى معايا هنا على السترين شوف عشان تفهمني بقى للي انا كدبه كويس يلا يا جميل لما اقول لك كده curve عايز اجيب absolute sine x ده sine curve يبقى لما اقول absolute الجزء ده يتعمل عشان على الex axis يجي فوق الجزء ده يجي فوق الجزء ده فحتطلع شكلها curve ماشية بالشكل ده ده zero هنا pi 2 pi 3 pi 4 pi لغاية 10 pi انا عايز اجيب الarea دي كلها عشان تجيب الarea دي كلها هتجيب ارية واحدة بس وتعملها multiply 10 يبقى لما اقول سياتك integration from 10 pi absolute sine x هتقول لي هنقول ها 10 from zero to pi بدل ما هي كده دول عشرة زي بعض يبقى ناخد واحدة فيهم بس ونعملها multiply 10 يلا يا جميل اعمل multiply sine هتقول لي negative cosine ونعمل بقى الباوندرس بتاعتك from zero to pi اعمل substitute pi وبعدين minus substitute بزيرو لما عود باي هتبقى cosine pi يعني negative ون وهنا negative تبقى positive والتانية minus عود بزيرو هتبقى cosine zero negative ون وفيه minus تبقى plus ون يبقى الاجابة 20 يبقى انت هتختار النتيجة يا رب يا رب كده تكونوا فهمتوا كويس دا كنت دا تقال لكم homework المرة اللي فات تعالوا بقى حاجة جميلة يا أولاد دي من الحاجات اللي بتعجبكوا قوي لما قول using definite integral to prove that area of triangle half based times height أنا واثق يا أولاد أي حد فينا لما قوله area of triangle يقول احنا وخدنا من وإحنا قد كده area of triangle half based times height ما سألتش نفسك في يوم من الأيام جات من يعني انت حافظها من وانت طفل صغير ان area of triangle half based times height جابوها ازاي دي بقى لما تفكر وتعرفها هتبقى مبسوط قوي ان انت عرفت سبب لرول انت خدت وانت صغير بص يا جميل أنا هقول دلوقتي أنا عندي rectangle عايز اعمل proof ان area ده equal half based times height علشان أثبت area بتاع اي ريجون في الدنيا يعني انا لما اقول لك كده انا عندي curve عايز اجيب area من هنا الهنا هتقول لي انا عندي curve ده function بتاعته لو عرفت function بتاعته مثلا f of x مثلا مثلا او قلت y او f of x equal x square plus 3x لو قلتلك كده قلتلك عايز اجيب من 1 ل3 خلاص هتقول نعمل integration from ده تعرف تعمل اي area في الدنيا خدها قاعد عشان تبقى في حياتك كده مرتاح لما حد يقول لك هت area قل استنه ال equation بتاعت curve وكده تقدر تجيب area تعمل integration طيب انا لما اقول triangle يا ولاد انا حقول ده x x اقول لك ارسم لي triangle انا هاخد ابسط حاجة علشان مغلب هبدأ triangle من عند origin عايز اجيب area بتاع المنطقة ده عشان تجيب area بتاع المنطقة دي لازم تجيب لي equation بتاع curve او line ده لو عرفت equation بتاعت curve ده يبقى انا هقول area equal integration from zero to الرقم اللي انت هتختار هنا وبعدين نجيب نكتب function dx ونعمل integration يجيب لك area طب ما تيجو بقى نقول بهدوء انا هسمي ده base وده height يبقى ده height وده هوة base طيب انا عايز اجيب خلي بالك انا بدور على ايه على equation بتاعت line ده عشان اقدر اعمل integration طب ما احنا عارفين في الكالكولوس من زمان علشان تجيب equation لاي line لازم حكتين point وسلوب جميل طب point طب من عندي point هنا اسمها zero عندي zero وعندي point هنا اسمها b عندي h يبقى هقولك هنا b وهنا h عندي point وpoint اختر اي واحدة فيه ماشي حناخد السهلة اللي هي دي دي حنسمها x1 y1 طيب عايز slope حتقولي slope بتاع line اللي slope المفروض y over x اللي slope هو tan theta y over x يعني h over b ده slope يبقى لما اقولك الاquation حتقولي القانون y minus y equal slope وبعدها x minus x1 ده الاquation اللي سيتك عارفها من وانت صغير اوي مبتداء من اول السنة او من اعدادي كمان ده الاquation حتقول y minus مين y 1 اللي هي 0 يبقى y minus 0 خلاص مش هكتب equal slope h over b x minus x 1 من x 1 0 مش هكتب هكتب x بس هي دي الاquation بتاعت line ده يبقى line ده الاquation بتاعته y equal h over b time x عايز اجيب الارية لما تقول بقى الارية هتقول الارية integration from 0 to مين يا جميل المسافة دي بي يبقى from 0 to b h over b time x dx ده هتطلع برا الانت ونعمل الانت جريش اللي دي يلا بقى الكلام اللي قلته ده نقوله على الاسكريم بهدوء علشان تشوفها بنظام ماشي ازاي يلا يا باشا بصي بقى كده اهو 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 دي هقوله كده ده حافظنها حنشيل y ونكتب 0 ومكان x 1 نكتب 0 وسلوب اللي هو y over x الهو h over b نعمل بقى الarea integration from 0 to b y dx شيل y وكتب ده جميل h over b تطلع برا علامة الانت integration لانه ده constant integration x تبقى x power 2 على 2 يعني half x square ونقول limits او boundaries دعتك from 0 to b حنعمل substitute b minus 0 خلاص يبقى half اهو بص h over b يلا يا باشا اعمل substitution كده half b square b canceled مع square يا خبرة بيض طلعت half based times a height رائعة يبقى لم حد يقولك area of triangle على طول half based times a height جبناها منين بسهولة بالintegration ده لأي حاجة في الدنيا عايز تجيب area بتاعتها وانت مش عارف لها رول تقدر تستنتج the equation بتاعت الكيرف وتعمل limit اللي هو definite integral تطلع area ده area افتر يانجل ندخل بقى بعدها يا ولاد الدرس الاساسي النهار ده حاجتين هناخدهم ان شاء الله في الحلقة دي area between two curves احنا الحلقة اللي فاتت كنا بناخد area between x axis و curve في curve و x فاحنا بنجيب area بينهم لا النهاردة هيبقى curve و curve وعايز area between two curves زي دول curve هنا و curve هنا عايز area دي curve هنا و curve هنا عايز area دي curve و curve عايز area دي تقوم سيادتك تقول طب ما انا جيب الarea دي كلها minus الarea دي انا بعرف اجيب الarea من curve ده و x axis والarea ده و x axis يبقى انا هقول له الarea دي integration from a to b من البداية للنهاية y to dx ده الarea دي كلها minus الarea بتاعة الخط الازرق ده يبقى integration y one dx خد integration common و dx common يبقى هو ده الرول اللي احنا هنتعامل معاه اول ما اقول لك integration عايز الarea between curve and curve تعمل integration لا اول تجيب points of intersection دي البداية عشان تجيب البداية والنهاية وبعدين تعمل y العالية minus y الاقل وبعدين dx مرة تانية لو عايز اجيب integration فورا اقوم ارسم الكير اقول في عندي curve عندي كير تاني عايز اجيب الarea بين دول number one تجيب الانترسيكشن points عشان تشوف ده ابتدأ مثلا مثلا من 2 لغاية 5 يبقى انت هتعمل انا حاجة الكيرف العالي ده نسميه y1 مثلا مثلا الكيرف ده نسميه y2 نعمل y كبيرة minus y الصغيرة نعمل y1 minus y2 dx لو انت سميت ده y2 وده y1 اعمل y2 minus y1 dx افطار ضمخك لغبط ما انتش عارف مين y1 ومين y2 واتلغبط ولا تقلق اول ما تلغبسك لغبط خط ابسليوت واعمل اي وحدة minus اي وحدة ده لو اتلغبط لكن لو ما اتلغبط تش عملها شوف من الكبيرة ومن الصغيرة بس زي ما هنشوف دلوقتي بالافكار المختلفة اللي هتعجبك دي بقى نقول بقى يا ولاد مرة تانية لو عندي كيرف وكيرف وعايز اجيب الاريا هنعمل integration y الكبيرة minus y الصغيرة dx طب مين بقى شاطر يقول لي المنظر ده عايز اجيب الاريا دي هتقول لي ده هنا كيرف اتنين ثلاثة اه لو انا بصت على الكيرف ده هسمي ده y1 اسمي ده y2 اسمي ده y3 لو بصيت في الانترسيكشن بوين ستلاتة دول a c d لو خدت من a لc الاريا ده تختلف عن الاريا دي الاريا اللي هنا هتلاها بتوين y1 and y2 الاريا التانية دي بين y1 وبين y3 يبقى لما اقول لك هاتلي انتجريشن تقول لي لو سمحت انا ماقدرش اجيبها كلها مرة واحدة او ما اسمها فورم a تو c نعمل y1 minus y2 dx وارجع اخد فورم c to b y1 minus y3 dx ده كملخص للموضوع بتاعنا ياولاد تعالوا بقى نشوف سريعا find the area between الكيرف ده والكيرف ده طيب لما اقول لك y6 minus x سكوير كلنا عارفين رسمتها الاول هنا بصوا ياولاد علشان برضو انت المفروض الحاجات دي انت شاطر والمفروض انت خلاص بتاع مات وتبتعلم الناس الكلام ده لو ايه الفرق بين بص كده لو انا رسمت كيرف كده لو رسمت كيرف اديا شوية لو رسمت كيرف اوسع شوية ده هو ده هو ده هتفرق في ايه ده مثلا مثلا ده x سكوير اللي هو الاحمر ده ده الاسود ده هتلاقيه half x سكوير الازرق ده الاديا ده حيطلع اذا انا انا عندي كده يا جميل حكتين بص كده بقى للمسألة السؤال نفسه السؤال نفسه اهو هنا y equal half x square ده كيرف عادي واسع شوية ده 6 minus x square مقلوب حصل intersection هنا وهنا اول خطوة لازم اجيب الpoints of intersection ازاي تجيب الانترسيكشن خد y1 حل دول simultaneous مع بعض simultaneous يعني معناها انا حسمي y1 حسمي y2 اروح intersection between two curves يعني y1 equal y2 خلي ده equal ده اعمل time 2 time 2 time 2 عشان شلي الفراكشن وبعدين هات الx تطلع الx negative 2 او 2 يبقى الانترسيكشن points negative 2 و 2 سؤال هل في السؤال نفسه لها من negative 2 هتقول لأ ده ايل من negative 1 ل1 يبقى انا لما اقول negative 1 2 1 يبقى انا عايز جزء من الarea المنطقة اللي انا عملتها الشادد بخط خفيف ده هي دي اللي انا عايزها يبقى لما اقول لك هات الarea هتقول لي طالما between curve و curve يبقى من negative 1 لغاية 1 جميل من negative 1 ل1 هنعمل y العالية minus y لأقل dx y العالية سمتها y 1 y الصغيرة سمتها y 2 يبقى y 1 minus y 2 dx مين يا ولاد y 1 في الاتنين curves ده المقلوبة يبقى هنعمل integration 6 minus x square minus y 2 مين y 2 يا ولاد المعدولة عايزين نعمل هتقول لي يلا الاول قبل ما اعمل integration دي negative 1 x square و negative half x square يبقى negative 3 على 2 x square يلا يا جميل integration 6 هتقول لي 6 x integration x power 2 x power 3 over 3 فال3 تروح مع 3 تطلع half x cube ونقول احنا عايزين form negative 1 to 1 اعمل substitute هتقدر تطلع يبقى area بتاعت المنطقة ده 11 square unit area جميل فكرة تانية عايز area between curve وده line ده line وده curve curve ده ياولاد لما اقول 4 minus x square هتقول لي ده مقلوب يبقى curve كده هنطلع عند forward curve مقلوب طب line ده ده first degree هتطلع line اكيد طالما مفيش constant يبقى line بمر بال origin ممكن تعود اي رقمين طبعا ده x بال positive يبقى عامل acute angle بمر بال positive هو طالب area كل المنطقة دي ده اللي طلبه يبقى انا عشان اجيب المنطقة دي كلها اللي انا عملتها shade دي حنشوف intersection points مرة تانية عشان نمشي مع بعض انا قلت اول ما يقول area between two curves بعد ما ترسمها تجيب intersection points واقول لك حاجة في السر كده لو اطلخبط اوي مش لازم ترسمها لو اطلخبط بس نصيحة لان هتديك بنسبة 80% اول هتجي المسائل صح ولكن لئي تضيع منك 20% ده انا بقول لك لو اطلخبط اوي ارسمها افضل وحتلا الرسومات حوري لك اشكال مختلف يبقى خطوة نمبر ارسم الكير خطوة نمبر هتلي الانترسيكشن سهلة انترسيكشن حل الانترسيكشن مع بعض يعني يعني يون اكوال ويتو يعني لو في ويتو هنا يبقى شوف الواي اكوال ايه والواي اكوال دي وساويهم ببعض هتجيب الانترسيكشن يبقى انت هتجيب انتجريشن فروم كذا وكذا طب يلا كده يبقى خطوة نمبر ون بعد ما رسمت نقول انترسيكشن بين ويتو ده ويتو يلا نخلهم اكوال بعض هتهم كلهم في ناحية واحدة اعمل فاكتورايز هتطلع اكسب نيجاتيب فور واكسب وان يبقى البداية نيجاتيب فور النهاية وان يبقى لما حب اجيب ويوان مينس ويتو لاني دي وي العالية ودي وي الصغيرة يبقى نعمل ويوان مينس ويتو ويوان اللي هي فور مينس اكس سكوير ويتو اللي هي ستري اكس لو حصلك لاخبطة اعمل ابسليوت هنا عشان ما تطلعش بالنيجاتيب يلا يبقى نعمل بقى نعمل ابسليوت برا طبعا الانتجريشن ده اعمل بقى عملت انتجريشن انتجريشن 4 4 x انتجريشن x square x power 3 over 3 انتجريشن 3 x 3 x power 2 over 2 ونعمل سابستيتيوت فور روم negative 4 2 1 يبقى طلعت الاريا دي الاريا بتاعت هذه المنطقة جميل خش اللي بعدها عايز الاريا بتوين الكيرف ده والكيرف ده ده 12 minus x square يبقى دي مقلوبة من عند 12 طب ده 2 x square كيرف معدول بس اديق اهو ده اديق وده هيطلع مقلوب العايز اجيب كل المنطقة دي يبقى لازم اجيب الانترسيكشن points يبقى انا حقول form negative 2 2 2 2 ده جبتها منين يا ولاد عملت قلت جبت y1 equal y2 لما خلتهم equal بعض طلعت x square before يبقى x negative 2 او 2 يلا يا باشا عايز اجيب الاريا هتقول لي integration form negative 2 2 2 y الكبيرة minus y الصغيرة الكبيرة المقلوبة اللي هي دي y الصغيرة المعدول اللي هي دي اعمل integration تطلع الاجابة 32 دي مسألة 59 اللي بعدها find area of the region bounded by الكرف ده والline ده يا خبرة بيض ده دي مشكلة لان ده third degree وده first degree طب دي رسمتها line مفيش مشكلة لكن المشكلة كلها في ده انا لو منك اجيب الاول الانترسيكشن بوينز لما جيب الانترسيكشن ما تقلقش ولتلك لو لقيت حاجة ملقبطة بهدوء الدنيا هتتحلي معاك هتلي الانترسيكشن بوينز هتقول لي y1 equal y2 ده كله y1 وده y2 خليهم equal بعض هتهم كلهم في وان صايد عايز اجيب عايز اعمل solving للاكوشن دي اما بالكالكليتور يا ولاد واما بعنيك الجميلة كده هتلاقي دول بينهم common 3 ناخد x square common ودول ناخد negative common يبقى نقدر اخد من دول x square common يتبقى x minus 3 خد negative common يتبقى x minus 3 يا سلام هنا x minus 3 وx minus 3 خدها common مرة تانية ده طيب ده equal zero يبقى انا عندي كام اجابة يا ولاد برافو 3 x equal 3 ادي اجابة x equal 1 او negative 1 ده اجابة يبقى انا عندي 3 نتائج يبقى الكيرف ده والx x ده حيتقابله في 3 اماكن طب شوف بقى ده الكيرف عايز احسب بقى الكيرف واللين حيتقابله 3 حاجات بص يا باشا ده اللين والكيرف حيتقابله في point 2 3 مين هما الpoints اللي هي negative 1 و 1 3 بص انا هقولك كده عشان ايه اناقش معاك الحيتة دي 1 و 3 لما اجي ارسم اكيد الكيرف عشان يقابله مفتلات اماكن يبقى الكيرف جاي كده وبعدين كده وبعدين كده او العكس جاي من هنا كده وبعدين كده وبعدين كده يا اناقش معاك يا اناقش معاك يا اناقش معاك عندي نيجاتف 1 1 3 نيجاتف 1 1 3 يبقى انا لما احب اجيب الاريا غصب عني لازم اجيب من نيجاتف 1 2 1 وبعدين فورم 1 2 3 عشان اجيب الاريا بتاعت المنطقة دي والمنطقة دي ده اللي بين المنطقة دي والمنطقة دي يبقى من نيجاتف 1 1 1 3 لو انا خدت دي لو انا لو الرسمة كده يبقى الاريا ده لازم نحط لها ابسليوت ودي من غير ابسليوت لو خدت ده لو قلت فورم نيجاتف 1 لو انا خدت الشكل التاني ده هقوله كده فورم نيجاتف 1 2 1 وبعدين بلاس فورم 1 2 3 لو خدت الشكل ده يبقى دي اللي هتتحط لها ابسليوت عشان دي تحت اللاين تطلع بالنيجاتف ودي من غير ابسليوت طب انا لو اطلخ بط معرفت اش ارسم ده ولا ده يقولك بص بقى حط ابسليوت هنا وهنا حط ابسليوت هنا واعمل والاجابة حطها جوه ابسليوت وريح نفسك لو احتر لكن انا اقدر اعرف بالعقل يا ولاد انا اختر رقم على الشمال كده او خلينا هنا بالنيجاتف 1 1 الزيرو اختر اصل رقم زيرو حط زيرو في الاكوشن بتاعة اللاين وحط زيرو في الاكوشن بتاعة الكيرف وشوف مين الاعلى لو طلعت الفاليو بتاعة اللاين اعلى يبقى هي الرسمة دي لو طلعت الفاليو بتاعة الكيرف اعلى يبقى هي دي فاهمين يا ولاد يعني الكيرف اهو الكيرف كان كده x كيوب وبعدين minus 3x square وبعدين plus 5 طب هنا x plus 2 شوفوا بقى يا ولاد لو انا جيت ارسم دي لو جيت اخترت رقم كده حط زيرو هنا لو حط زيرو اللي هو ده هنا لو حط زيرو تطلع الاجابة هنا بفايف لو حط زيرو يبقى line بتو يبقى اكيد الكيرف مش ده الكيرف ده يبقى هنا لان دي الاعلى صح يبقى الرسمة هي دي الصح يبقى انا هروح بقى هنا ارجع بقى معايا في الاسكرين اهو يا جميل يبقى انا رسمتها حول كده ده line اهو ده الاول الكيرف ادل الكيرف كده انا رسمت ال line كده لان انا لما اخترت negative 1 1 3 لما اخترت زيرو تلع ال value بتاع الكيرف اعلى يبقى الرسمة الصح ومن 1 ل3 شوف انا لو لقيت نفس اطلخبط حط absolute حط absolute لكن انا مش متلخبط انا اولتها ازاي يبقى ده من غير absolute وده اللي تستحق absolute عشان ده اللي هتطلع negative بس اعمل بقى integration عادي خالص وطلعها انا حطت absolute absolute شوف ده تلعت بال positive اما ده تطلع بال negative عشان كده ده ما تستحق ايش absolute لانها اقري بال positive عادي جميل طيب تعال بقى ده مسألة مش ظهرة اه ده ده بقى خلي بالكوا استنوني علشان ده مهمة المسألة اللي مش بين ده معلش انا هقول لك ده الكيرف الاولان اللي هو ده الكيرف التاني اللي هو اقولها عشان اللي مش باين ده انا عايز اريا بتوين الكيرف ده والكيرف ده ولاين تالت هقول لك عليه دلوقتي اقول تاني المسألة اللي مش واضحة هنا علشان تعرف انا عندي واي وان اكوال روت سيكس بلوس اكس وبعدين واي تو اكوال روت تول مين اكس وعندي واي سري اللي هي واي واي دولا عايز الاريا بتوين التلاتة دول الاريا بتاعدها اللي هي خسار المسألة اللي مش ظهرة قدامك اهو بص يا ولاد كده على الدا هنا لو سمحت على الورقة هنا نكاتب التلاتة اكوشن يبقى هنا ده كيرف وان ده كيرف تو في كيرف سري واي اكوال وان اجيب الانترسيكشن بخلي وان اكوال وي تو ده اكوال ده اعمل سكويرنج طلعت ال اكس اكوال سري وبالكيرف ده والكيرف ده حيتقابله مع بعض عن دي سري معلش ممكن تبصولي هنا على اللي انا بكتبه هنا على الدا ايو السازة اللي سعد اه بصوا بقى كده لما اقول y اكوال روت 6 بلس اكس انا عايز نرسم ده ازاي ولما اقول y اكوال روت 12 مين اكس ارسم ده ازاي خدوا بالك يا ولاد انا قلتلكم معلومة مهمة الحلقة اللي فاتت ما الفرق بين خلي دول كده الفرق بين لما اقول لك y اكوال اكس سكوير ولما اقول y سكوير اكوال اكس ايه الفرق في الجراف بتاع ده والجراف بتاع ده انت بقى لو شاطر انا قلت الكلام ده قبل كده فانت هتقول لي هنا y هي ال axis of symmetry يبقى y هي ال axis وال curve كده اما هنا x هي axis of symmetry يبقى x هي axis وال curve كده يبقى وقلتلك root y equal x هتقول لي عمل squaring لما عمل squaring هتطلع ده y equal x square هتقول لي y equal x square المفروض رسمتها كده طب الroot معناها اشطب negative تمام يا ولاد طب نروح بقى لدي حد شاطر يقول لي ارسم دي ازاي يبقى هتقول لي اولا نعمل squaring هتبقى y square equal 6 plus x هود ال6 الناحية التانية يبقى x equal y square minus 6 يبقى لو قلتلك لو سمحت ارسم لي دي هتقول لي سهلة انت عندك x ده الaxis of symmetry هتروح عندي negative 6 وترسم الكير في المفروض كده وكده ليه ما كملتش لان ده روت جميل طب تعالوا نرسم ده هتقول لي برضو عملي squaring هتبقى y square equal 12 minus x هات الaxis 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 equal 12 minus x square لما اقول لك ارسمها برضو الشاطر يقول لي سهلة انا عندي هنا هنروح عندي 12 المفروض ده الaxis هو الaxis symmetry بس ده negative يبقى ده تطلع الكيرف كده ده y square طبعا x equal y square هيطلع الكيرف كده ليه ما كملتش كده لان ده روت يبقى الكيرف الاولاني الكيرف التاني حرسمهم لاتنين مع بعض حيطسمهم في رسمة واحدة حتطلع الرسمة الواحدة بالمنظر الجميل ده اهو ده كده الكيرف الاولاني كده الكيرف التاني كده حصل intersection عند 3 اللي احنا حسبناها يا ربي كده تكونوا فهمتوا انا عملت ايه يلا بقى كده يا جميل بص معايا بقى هنا عملت intersection طلعت 3 رسمنا الكيرف الاولاني ده عند negative 6 وده عند 3 فيك line تاني انا قلتلك المسألة دي اصلا 3 حاجات اللي هو الكيرف والكيرف و line y equal 1 انا اسف جدا انها مش ظهرة هنا يبقى ده الكيرف الاولاني ده الكيرف التاني في كيرف 3 y equal 1 انا عايز بقى اجيب الارية دي كلها شوفوا بدون الرسمة غلط على طول لو حلتها ارية بتوين الكيرف ده والكيرف ده ضاعت منك المسألة لكن لو انت بصتلي ده هتقول انا عندي المنطقة اللي انا مظللها دي مقسومة من هنا لغاية هنا وبعدين دي جزء وبعدين من سريل غاية الاخر طب انا عايز اجيب الpoint دي انا عارف ان دي نيجاتيب 6 وده 12 النقطة دي 12 وده نيجاتيب 6 انا عايز اجيب دي كام وده كام يقول لك هو الline ده اسمه اي يا ولاد y equal 1 يبقى انا هروح اخد 1 y equal 1 اساويها مع الكيرف ده اهو هنخليهم اكوال طلعت ال x بنيجاتيب 5 يبقى دي نيجاتيب 5 ده نيجاتيب 5 طب ماهو ده y equal 1 خليها equal الكيرف ده اهو يا جميل طلعت ال x 11 يبقى ال point دي 11 يبقى انا عايز integration from negative 5 to 11 يقول الولد الشاطر يقول خلي بالك هناخد من negative 5 مرة واحدة تبقى متهور غلط يبقى هنكتب كده المنطقة دي والمنطقة دي انا بظلهمك حتى بلونين مختلفين او في الجزء الاولاني اقول from negative 5 to 3 ممتاز وبعدين هنقول ده مينس ده دي اسمها y 1 وده اللي هو 1 ماه y equal 1 يبقى مينس 1 طيب بلس من 3 to 11 y 2 مينس اللي ده هو 1 دي شيل y 1 وكتب 6 plus x root شيل y 2 وكتب 12 root 12 minus x يلا يا باشا اعمل integration لده دي كأنها power half لما اعمل لها integration بزود الpower 1 يبقى power 3 على 2 2 على 3 طيب اعمل integration 1 يبقى x ونعمل نفس الحكاية دي power half هتطلع power 3 over 2 2 على 3 ونعمل 3 to 11 ونحسب هطلعت الاجابة حاجة جميلة والله اي دي بقولك ده اقرب مثال لو واحد ما رسمش السؤال ضاعت منه المسألة ممتاز اهو انا كنت كتب ده السؤال اهو يا اولاد نيجي بقى سريعا سريعا دي بقى مسألة عادية بس فيها حتة بقى قالك عائز الارية بين y equal 9 minus x square الكيرف المقلوب y equal x square plus 1 الكيرف المعدول بس تشوف بقى end and the two straight lines x equal 0 x equal 0 يعني y axis ما انت عندك حكتين يا ابني خدوا بالك بقى من الحتة دي لما قلك line x equal 0 تقولي ده y axis طب line y equal 0 تقولي x axis تاني x equal 0 معناها y axis y equal 0 معناها x axis فهو بيقول في المسألة في السؤال انا عايز الارية between two curves دول and y axis and x equal 3 احنا اتفقنا ادي الكيرف الاولاني والكيرف التاني طيب لما قلك two كيرف دول هنجيب الانترسيكشن لو جبت الانترسيكشن تطلع عندي negative two طيب كويس من negative two لغاية two انا عايز الارية بين الكيرفين وبين y axis وال line ده يبقى انا هقول المنطقة من y axis لغاية line ده يبقى الكيرف والكيرف وال y axis وال line ده x equal 3 يبقى انا هاخد from zero two اعمل y one minus y two لما روح from two تسريح عكس y two minus y one لان دايما بنعمل العالية minus الاقل يا اما لو حسيت انه هيحصل لك لغبطة حط ابسلوت زي معلمتك يبقى انت هتعمل ده y one minus y two اللي في المنطقة الاولى التانية العالية بقت y two وال تطلع النتيجة جميل ادي فكرة تانية ياولاد فكرة اخيرة بقى عشان نخش في الدرس التاني ده كيرف الاحمر ده اسمه x power three اللاين الاخضر ده y equal x plus six اللاين الازرق ده y negative half x المطلوب عايز الارية بين الثلاثة كيرف دول وبتوين ده وده وده عايز الارية تقوم سيادتك ببساطة هو جايبلك في الرسمة ومريحك هنا البداية negative four وهنا zero وهنا two هل اقوله ناخد من negative four لتو لو قلت كده هزعل جدا منك يبقى انت كده هزعلني لكن هتقولي بقى بالنظر بخلي بالك المنطقة من هنا لغاية هنا بتوين اللاين الاخضر واللاين الازرق اما من هنا لغاية two بتوين الجرين لاين والريد كيرف جميل يبقى انا هقوله هنبتدي من negative four to zero ده مينس ده ده اللي هو x plus six مينس ده اللي هو negative half x اهو التانية الده مينس ده لانا لما تاخد المنطقة دي العالية اللي هو الخط الاخضر اللي هو x plus six اللي اقل اللي هو x power three اعمل integration يا جميل تطلع النتيجة كده يا ولاد درس الاريا كمل ده انتداد للي قلناه الحلقة اللي فاتت يلا بقى اخر موضوع في المنهج بتاعنا volume شوفوا بقى احنا قلنا لك قبل كده لو انت عايز الاريا between two curves between curve x x السهلة area between two curves السهلة قلتلك بتعمل تجيب كده جزء يعني لما جيت قلتلك تعال كده عشان اربط لك الكلام ده بال volume لما قلت انا عندي curve كده عندي line عايز اجيب المنطقة دي الاريا دي بالانتجريش تقول احنا منجيب نرسم rectangle واحد نرسم rectangle ده الاساس بتاع الريكتانجل ده اللينث ده اسمها dx يعني دي على x axis جزء من x ودي اسمها y يبقى انا هجيب y dx length time width ده يجيب لك الاريا بتاع الريكتانجل ده طب انا عايز اعمل كمان rectangle كمان rectangle كمان rectangle كمان rectangle ده rectangle ده rectangle الريكتانجل ده لو عملتله revolution ده x axis دورت كده عملت revolution كده هيطلع ايه لو بصيت على ده ايه الرسمة اللي هتطلع يلا ايه الرسمة اللي هتطلع يا ولاد الرسمة دي الرسمة دي هتطلع cylinder هتقول لي cylinder ازاي اقولك اهو هو انا لو دورت ده كده ده عمل لما تبص كده اهو هتلاقي الرسمة دي جاية بتدور كده هبتعمل circle اللي هي دي طب كويس قوي طب من ناحية التانية برضو لو انا رسمتها كده هتعمل circle تانية لو بصيت لل circle وال circle ده اتكون cylinder cylinder ده ده نتيجة ال rotation نتيجة ال rotation ده يبقى لما اعمل rotation يا ولاد كده ال rotation ده عمل cylinder ده في الشكل ده يبقى اي ركتانجل في الدنيا ادوره يعمل cylinder ممتاز طب سؤال تاني لو عندي triangle لو عندي triangle ده وعمل تيل revolution التريانجل ده لما تعمل rotation كده هتلاقي ده ده هيعمل كده circle يبقى انا حاجة ارسمها كده اقول لك اه ده circle ده circle والريكتانجل بيدور شوف بقى لما يدور كده يا رب تكون شايف كده كويس هتلاقي ده عمل كون عمل كون الكون الكون هه البيز بتاعته هتلاقي هو ده وده شكل الكون تعالوا كده نرسمها بالراحة لو جيت قلتلك انا رسمته تقوم بقى سيادتك اخد بالك بقى يا جميل الحتة دي لو انت مدتها كده والحتة دي ضارت كده يبقى حيعمل circle هنا ودي تعمل circle هنا وحنوصل طلع سيلندر ممتاز طب سؤال تاني لو انا عملت كده triangle اهو رسمت right angle triangle كده اعمل rotation about x axis هتقول لي دي هتنزل كده ودي هتجي كده هترسم circle هنا النتيجة ده هيكون كويس قوي طيب اذا سؤال بقى لو رسمت rectangle وحصل revolution اي rectangle في الدنيا لما دوره لو عملت rotation ال rectangle ده ههو هيعمل سيلندر وفي اني يا ولاد ممتاز خلي بالك عشان الفكرة اللي انا بقولها دي اللي هستنتج منها الرول يعني انا لو جيت قلتلك انا عندي line زي ده line ده هيحصل له rotation هنا about ay axis ممتاز عندي curve ده ال area دي ال area دي لو عملت rotation هنا هتلاقي line ده ينزل قد طوله كده وال line ده ينزل قد طوله كده وحنوصل كده حيبقى فيه circle هنا وcircle هنا ادانا المنظر الجميل ده ده نتيجة الريفليوشن الريفليوشن ده ادانا ده انا عايز بقى الفوليوم بتاع الشكل اللي يطلع اللي يطلع ده اجيبه ازاي هحكلكو كمان شوية ازاي نجيب الفوليوم طب سؤال يا ولاد لو انا عندي semi circle وعملت لها revolution اهي semi circle اهي عملت لها revolution كده دارت الدوران ده يرسم لك ايه لو دارت هتدي سفير هتكمل لك سفير جميل يبقى نقول بقى الفوليوم يبقى انا لما بتكلم في الفوليوم بصولي كده بقى على screen انا عايز اقول بصوا كده للاشكال اللي انا عاملها دي هتلاقي هنا اهو ده اللي انا كنت بحكلكو عليه بصوا بيدور رسم سيلندر شايفينه وده تريانجل بيدور رسم كون وده رسم ترابيزيام بقى رسم كون مقطوع بص كده للريكتانجل ده ياولاد هو بيدور هتلاقي الريكتانجل ده الفيديو ههو بيبين ان هو بيعمل بيعمل اي بقى هيعمل لك سيلندر زي ده كده بالظبط وده يرسم كون يا رب تكون شوف بقى كده بص بص ده بيرسم سيركل هاو وده كمان خد بالك يبقى انا رسمت كده الشكل ده لما يحصل الريكتانجل عمل سيلندر وده سيلندر وده كون انا بوري لك الاشكال بتاعته بعمل لك دورنات عشان تاخد بالك برضو دي لما تعمل نتيجة عملت قعدة تحت وقعدة فوق كده لما توصلهم يعمل سيلندر حاجة جميلة يعني انت بتفرق كده تتخيل المنظر انا عمد اجيب هلك بالشكل ده علشان تشوف شكلها بس احنا في شغلنا مش هنتخيل المنظر اوي هقول قوانين ازاي تحسب الفوليوم بتاع الشكل ده ازاي تحسب فوليوم ده ازاي تحسب فوليوم ده بالقوانين الجميلة اللي انت حتشوفها انا بس شايب لك الفيديو اهو شغال علشان تتخيل المنظر اللي بيطلع نتيجة الريفليوشن نتيجة الريفليوشن بص كده يا جميل اهو جميل تعالوا بقى يا ولاد اسألك كم سؤال صغير لو انا جيت قلت بص بص اللي دير بتدور كده لين سيجمان تبيدور ريفليوشن للاين سيجمان يعمل ايه لو لاين سيجمان زي ده سبتته ودورته كده لما دوره بالشكل ده نتيجة الريفليوشن بتاعت اللاين سيجمان هتقول لي يرسم surface of circle اللي انا رسمها دي طب سؤال تاني لو انا جيت قلتلك ده semi circle ارجع تاني كده ده semi circle لو حصل لها ريفليوشن نتيجة ريفليوشن هترسم سفير جميل طب كمان مرة لو تريانجل حصل لوردوران ريفليوشن بتاع التريانجل هيعمل كون انا عايز الحاجات دي تبقى في دماغك وحكرر هالك تاني بص كمان المنظر الجميل ده ياولاد برضو ده حاجة لك انت فيديو كده انت لو دخلت على اليوتيوب تقدر تطلع كل الاشكال بص المنظر الكيرف ده الكيرف ده لما يحصل لوروتيشن هنا هيديك شكل الفازة اللي موجودة دي الفازة دي نتيجة روتيشن ده يبقى وهي بتدور كده خليك معاها بس ودنك معايا عشان تتفرج على الشكل ده لما بيدور بص شكله الكيرف اهو اخد بالك الكيرف بيدور بص بص طلع المنظر ده الجميل ده اهو يبقى دي اساسا كان الكيرف حصل ريفليوشن بقى كده يبقى انا هقول لك فيه كيرفات بتطلع اشكال جميلة زي الفازة زي اي شكل تاني اما انا بقى هقول لك فيه اشكال معروفة لو حصل ريفليوشن يحصل ايه اهو بص كده المنظر ده الريكتانجل ده عملت ريكتانجل وحصل ريفليوشن عمل سيلندر لو عملت ريكتانجل هنا هيعمل سيلندر هنا لو نقلت الريكتانجل هنا يعمل سيلندر تانية هنا قعدنا ندورها ندورها نتشغلها بالشكل ده خلاص كفاية ده وريتك الشكل عشان تتخيل المنظر بص بقى يا جميل سريعا بقى قول معايا وعايز اسمعك لو حصل ريكتانجل ريفليوشن لريكتانجل اباوت اللاين ده هتقول يرسم سيلندر طب الفوليوم بتاع السيلندر كلنا عارفينها وإحنا اطفال عارفين الفوليوم في سيلندر باي سكوير في الهايت وعدكم مش عارفها يا ابني ان ده شغلنا النهاردة كله على ده طب سيمي سيركل لو حصل لها ريفليوشن حتقول لي تد سفير الفوليوم أو في سفير اللي هي 4 أوفر 3 باي آر كيوب ده حفزنها وده حفزنها طب لو رايت أنجل تريانجل حصل مكون طيب الفوليوم بتاع الكون 1 أوفر 3 باي آر سكوير في الهايت أرجوك التلاتة رولز دول لازم تبقى عارفهم كويس فوليوم أوف سيلندر باي آر سكوير طايم هايت فوليوم أوف سفير 4 أوفر 3 باي آر كيوب فوليوم أوف كون 1 أوفر 3 باي آر سكوير طايم هايت دول لازم تبقى عارفهم اكتبهم في جنب وحطوهم عندك على المكتب بتاعك يفضل موجودين قدام عينك على طول جميل تعال يا بقى يا جميل أحكي لك الشكل ده لو حصل ريفليوشن بص المنظر دي هتنزل ودي هتنزل الكيرف ده هينزل شكله هنا ويبقى هنا سيركل أنا رسمت كده ده هتطلع سيركل سيركل خلي بالكو بقى أنا الهدف عايز أجيب الفوليوم بتاع الفازل اللي طلعت دي تقول عشان أجيب الفوليوم أنا هعمل ريكتانجل واحد أدوره مش هاخد الكيرف كله هاخد جزء من الكيرف كأن ريكتانجل صغير الريكتانجل لما يحصل له ريفليوشن بيرسم سيلندر ريكتانجل جنب ريكتانجل جنب ريكتانجل جنب ريكتانجل عدد كام انفينيتي عشان تجيب لك الاريا يبقى انت حتقول للفوليوم بتاع الريكتانجل رد علي الفوليوم في ريكتانجل ايه باي ار سكوير تايم هايت سؤال يا ولاد فين الار اللي هي دي لان دي اللي بتنزل تحت اللي هي الواي مين الهايت يا ولاد اللي هي دي دي اكس نقولها تاني هنا معلش عشان ما غلبكش ده الاس اكس ده الكيرف اللي انا كنت عايزه الكيرف ده لما يدور قلنا دي هتنزل تحت كده دي هتنزل تحت كده هطلع نفس الكيرف ها ده عايز الفوليوم طبعا الكيرف ده هيرسم لك ده هتبقى سيركل هنا سيركل هنا عشان تحسب الفوليوم بص الطريقة عشان تفهمني انا بارسم ريكتانجل هنا بص اخد ريكتانجل صغير جدا الريكتانجل ده لو دار هيجي الناحية التانية كده هيرسم بص بقى كده سيركل هنا كده ده السيلندر هي السيلندر كده السيلندر اللي طلعت دي ياولاد ده الريدياس لو y y ده الهايت يبقى لما اسألك الريدياس هتقول لي y الهايت هتقول لي dx المفروض الفوليوم بتاع السيلندر pi r سكوير time height يبقى هقول له pi الار باي يبقى y سكوير الهايت dx ده الفوليوم بتاع وان ريكتانجل لما دورناه عمل سيلندر طب ما انا ممكن اعمل سيلندر تانية هنا واعمل سيلندر تانية هنا عددهم infinity كلمة عددهم infinity يعني اعمل integration from a to b وهو ده قانون الفوليوم يبقى اول ما اقول لك الفوليوم يا ابني هتقول لي pi y سكوير dx y اللي هي الريدياس dx اللي هو الهايت ونعمل integration ده يجب لك الفوليوم خلي بالك بقى نقف مع بعض واقفة صغيرة انا قلت revolution about x axis خد خد بالك لما تيجي تحفظ ها بس انت في امتها لو عايز تحفظ about x axis لازم تلاقي dx وحت تلاقي y square و pi pi y square dx ده الفوليوم بتاع السيلندر pi r square time height dx r اللي هي y ده volume بتاع rectangle بتاع cylinder واحدة عملت summation cylinder جنبها cylinder جنبها cylinder عددهم infinity معناها rectangle طب ايه رأيك بقى لو انا بعمل rotation بدل معمل revolution على x axis عملت revolution about y axis يبقى المنظر ده الكيرف ده هيمتد اللين ده هيمتد تفرى يا جميل اهو ده يمتد كده وده يمتد يا السلام بقى الكيرف هنا ده المنظر اللي طلع علشان نجيب الفوليوم برضو الريكتانجل ده هنعمل strip strip دايما perpendicular على axis of revolution هنا strip perpendicular على axis of revolution قاعدة قدها كده strip perpendicular على axis of revolution دايما perpendicular على ده يبقى هنا الهاية dy والمسافة x يبقى لما قولك هات الفوليوم بتاع السيلندر الصغيرة دي هتقول لي pi x square dy ونعمل لها integration مرة ثانية يا حبيبي بصولي بقى هنا لان دي بعد كده خلاص انا هحفظها لك بس نفهمها الاول انا هقول ده y axis وده x axis انا عندي كيرف كده عايز اعمله revolution about y axis يبقى انا دي هتمتد كده دي هتمتد كده يبقى الكيرف هياخد نفس الشكل بتاعه ده وده هتبقى circle هنا ده المنظر اللي هيطلع انا مايهمنيش المنظر انا هقول المنطقة بتاعتي كانت دي عايز volume نتيجة rotation بتاع ده تقول لي ناخد rectangle ادي rectangle اهو الريكتانجل ده لو دار دي هتروح الناحية التانية الريكتانجل لما يدور بيعمل cylinder زي ما سيادتك شايف cylinder زي ما سيادتك شايف volume بتاع السylinder ده pi r square time height ادي pi r اللي هي دي اللي هي x square height اللي هي دي اسمها dy ونعمل integration يعني بجيب rectangle وكمان cylinder وكمان cylinder ده طريقة ال volume about y axis تلاحظ dy لو about x axis dx يبقى انا بقى يا ولاد لما جي احفاظها خد بالك بقى من الجزء ده اول ما اقول لك revolution شوف بقى كل مسائل ال volume باختصار revolution about لازم تدور على الكلمة دي يا ترى about x axis ولا about y axis كل مسائلنا في منهجنا السنة دي اما revolution about y axis او revolution about x axis لو قلت x axis لو قلت x axis يبقى لازم dx x لو قلت y axis لازم dy y وبعد كده نقول pi y square هنا هتقول pi x square ده تعمل integration خليت pi جوا برا ما تفرقش from a to b ده طريقة ده يديك volume ده يديك volume ممتاز ده يديك volume ده يديك volume يبقى على طول ده درس volume باختصار درس volume يا ولاد كله ملاقص الحتة دي يبقى لو revolution about x axis تقول اكيد dx about y axis اكيد فيها dy y و هنا نقول pi x square dy pi y square dx وبعدين نشيل x x نحطها in terms of y نشيل y نحطها in terms of x عشان لازم x dx ولازم y dy ممتاز ده قاقعة ده ده الطريقة طيب احنا عندنا revolution about y axis about x axis في نوع تاني من revolution about line ده مش في منهجنا يبقى احنا منهجنا السنة دي revolution about دوران حوالين x axis او about تعالوا بقى نقول الملاخر طب ده لو انا بتكلم على volume بتاع region بين بين curve كيرف عامل region كده بين x axis طب لو curve و curve انا بلخصتك الموضوع عشان نحل على طول لو curve region between two curves زي دي عايز اجيب volume تقول لي اكيد هنجيب volume الكبير minus volume الصغير حتقول لي volume الكبير pi y square dx minus pi y two square dx حناخد pi common و dx common يبقى القرون pi y one square minus y two square dx طب لو revolution about y axis the region between two curves حتقول لي برضو طالما قلت y axis اكيد هنكتب dy لما اكس axis كتبنا dx لما اقول dy حنقول pi يلا يا جميل احنا هنا y هنا dy بنقوله pi x square x1 square minus x2 square على اساس ان الكبيرة x1 والصغيرة x2 ده درس volume طيب بص بقى volume اتفقنا كده طب لو عندك عايز اجيب volume بتاع المنطقة ده هي اباوت x axis تقول لي لحظة انا هاجيب بين الكيرف ده والكيرف ده volume تعرض evolution المنطقة دي وهنا volume يبقى انا هاجيب volume pi y1 square minus y2 square plus volume بتاعة الريجون التانية ده درس volume يبقى تاني درس volume قلنا حاكتين about x axis ايوه اقول معايا about x axis يبقى دي x ونقول pi y square about y axis فيها dy وقلت لك ليه لان انت بتعمل شريحة كده perpendicular على x axis الشريحة اللي perpendicular على x axis يبقى high dx اما الريدي y y فنقول pi y square dx لو about y axis بنعمل strip perpendicular على y axis يبقى الhide dy وعشان وردي x يلا بقى نشوف الافكار بتاعتنا find the volume of the solid generated by revolving the plane region of the function بص يا جميل جايب لك الفunction dx square plus 1 كلنا عارفنا ولا ينزب x negative 1 x 1 complete revolution about x axis نرسمها الاول ده x square plus 1 اهو احنا عايزين من negative 1 لغاية 1 عايز المنطقة دي دي لو دارت about x axis الرسمة يا ولادي اللي انا هعملها مش عليك بس بحب دايما اعملها كأنك في نون جميلة كده لو عايز اطلع ده لو حصل revolution about x axis الناحية التانية ونعمل circle هنا circle هنا ده المنظر اللي طلع منظر الجميل ده عايز اجيب ال volume بتاع الطابلة عاملة زي الطابلة كده عايز اجيب ال volume بتاع الطابلة اللي طلع دي تقول لي استنى انا هعمل الشريحة واحدة اعمل strip perpendicular على x يبقى height dx وال radius y نجيب ال volume احنا بنعمل revolution اباوت مين اهم حاجة اباوت x axis يبقى حنقول dx يبقى pi y square dx ومن negative one لone طبعا ما ينفعش dy y square مع dx او ماشي y y y y equal x square plus 1 انا عايز y square يبقى حنعمل المقدار ده square يلا نعمل integration ده ايه رأيك يا ابني مش ده bracket part 2 نعمل part 3 over 3 ايه رأيك ايوا برافو غلط لان ده مش not linear يبقى اوعى تتهور وتقول كده يبقى الاول طالما مش linear لازم غصب عني وغصب عنك اعمل expansion للبراكت ده first part 2 second part 2 first time second time 2 ممتاز يلا يا جميل d to be x power 5 over 5 ودي 2x power 3 over 3 والتانية 1x ونعمل substitute نطلعها جميل واحدة تانية find the volume of the solid generated by revolving the region bounded by الكيرفي ده y equal 0 انا اتفقت معك كلمة y equal 0 معناها ايوا x axis والline x equal 1 والline x equal 4 يعني انا عايز x axis مع الline ده مع الline ده مع الكيرفي ده about مين يا ولاد شوف لو ما لقيتش في المسألة قالك about حاجة اطلب قولي المسألة فيها غلط لازم يقول revolution about 2 اعرف ان السؤال غلط على طول لازم about x axis او about y axis طيب يلا يا جميل كده ده line رسمته online ارسم line طيب طيب يبقى هنا حنكتب هنا one وهنا four لما اجي اعمل revolution لده ده حيمتد كده بص المنظر اللي طلع عايز اجيب ال volume خلاص بدون رسمة بقى يا ولاد هتقول ال volume pi y square dx حنعمل pi y اللي هي دي نعملها square dx ونعمل integration تطلع عايز اقول حاجة ينفع بدل ما شلت ال y كتابة x كان واحد يقول لي لا انا حاجب dy مش احنا عندنا المسألة y equal ده هتلي من هنا dy يبقى انا حاشل dx واكتب مكانها dy اقول له خلي بالك طالما الارقام ده هي اولاد بتاعة dx ده انا عايز طب انا حولتها ال dy يبقى لازم اشوف ال y اقول له لو كانت ال x ب 1 رو عوض هنا عن ال x ب 1 يبقى ال y ب 2 طب نرجع تاني حط 4 لو كانت ال x ب 4 4 plus 1 يبقى ال y ب 5 يبقى انا لو حولت المسألة دي بدل dx كتابت dy وسبتها y square لازم احول الارقام من 2 ل5 وحتطلع نفس النتيجة طب سريعا بقى عشان انا محتاج وقت في الاخر للهدية اللي بعملها لكم في نهاية كل منهج يلا يا جميل انا عايز اجيب revolution بتاع اللي هو about y axis انا اقول لك about مين يا ابني y axis اول ما يقول about y x يبقى d y يبقى انت هتقول الانتجريشن pi x square d y ونشيل ال x ونكتب مكانها x square من هنا هتبقى y minus 2 او تشيل d y انا عملته y minus 2 عملت انتجريشن طب لو واحد حبي يشيل d y يقول اعمل d y تبقى x dx وبعدين نقول طيب طالما هتشيل d y الارقام دي بتاعت d y انت عايز تحولها dx تقول طب حط y 2 تطلع x 0 طب حط y 6 هنا تطلع x 4 يبقى تطلع 2 يبقى from 0 to 2 وتطلع يا اما بالطريقة دي يا اما بالطريقة دي 67 find the volume of the solid generated by ده about x axis يبقى انا لما اقول about x axis يلا يا باشا about x ونعمل integration بصوا بقى للحطة اللي انا عايز اقولها ينفع واحد جميل يقول مش دهية even function او even function وبنقول from negative 2 to يبقى ممكن اقول double من 0 to قبل ما اعمل integration يبقى عشان الزير في substitution بيبقى سهل يا اما لو حط لقبطك دي تكمل عادي شي y square من هنا y square تبقى 4 minus x all square ونعمل expansion للبراكت ونعمل integration ممتاز طيب نيجي للتانية use definite integral proof that volume of the cone 1 over 3 pi r square في الهايد يعني يا ولاد لو قالك اثبت ال volume بتاع الكون احنا حفظينه من السنة اللي فاتت 1 over 3 pi r square في الهايد جات ازاي طول زي ما عملنا في ال area بتاع التريانجل هو الكون بيجنيرات نتيجة مين يا ولاد لما قولك الكون تقول لي نتيجة right angle triangle لو خدت right angle triangle وعملت ريفيليوشن ده right angle triangle لو دورت كده right angle triangle لو عملت روتيشن كده يا ولاد حيعمل كون طيب ده يعمل كون اهو طب انا عايز اجيب الفوليوم في كون يبقى لازم اجيب ال equation بتاعة اللاين ده طب ما دي قلناها من الاول equation بتاعة اللاين ده y minus y one equal slope time x minus x one ودي قلناها في بداية الحلقة ده equation بتاعة ده احنا بنعمل revolution about من يا جميل about x axis يبقى تقول لي volume pi y square dx اكتب مكان هذا لما اعمل integration r square على h square تطلع برا integration x square يبقى one على 3 x cube ولكتب from zero to h اعمل substitution لما اعمل substitution يا سلام اشطب الh square مع power 3 يتبقى one over 3 pi r square في height ده لما حبيت استنتج الرول بتاع الكون طلع بالمنظر ده احنا عايزين ربع ساعة في الاخر من فضيهم او عشر دقائق في الاخر نفضيهم للهدية اللي بقولها فربع في عشر دقائق ياريت تبلغوني طيب بصوا ياولاد prove that using definite integral ان volume of sphere 4 over 3 pi r cube حدي فيكو ياولاد سأل نفسه ازاي استنتجناها احنا حافظنا volume of sphere 4 over 3 pi r cube جات منين الشاطر فيكو يقول احنا تعالى بالرول بتاعتنا اصلا semi circle semi circle حعمل لها revolution لما دور semi circle كده ياولاد الrotation ده الrotation ده بيعمل ايه هيعمل الrotation هيعمل لك sphere يبقى انا هقول اللي sphere جات نتيجة revolution semi circle يبقى لازم اجيب الاكواشن بتاع ده طب ما الاكواشن بتاعت السيركل كلنا حافظنها لو خدت circle center بتاعها 0 0 والradius r هنقول x square plus y square equal r square ده circle عشان circle لما تدور هتعمل sphere طب انا عايز الvolume بتاع المنطقة ده نقوم نرسم rectangle ونجيب volume لrectangle ونعمل integration عشان نجيب summation يبقى حقول له volume pi انت بتعمل revolution ابقى اتمن يابني x axis يبقى pi y square dx وبعد ده كده طلعت y square r square minus الاجابة كده اعمل integration عوض r لما حط هنا r تبقى r cube حط هنا r تبقى r cube برضو طب جميل حط هنا negative r تبقى negative r cube حط هنا negative r يبقى plus 1 على 3 r cube ده 1 r cube minus 1 over 3 2 over 3 r cube وهنا positive 2 over 3 r cube negative 2 over 3 plus 2 over 3 يا سلام 4 over 3 pi r cube معلومة كده يا ولاد بصوا find the volume of ده نفس الفكرة بقى انا عايز اقول بصورة عشان نلحق ده y equal x square عايز تبلغون يا ريت على بقي قدية على الوقت بقي 10 دقايق ولا اكتر ولا جميل لما قول تعالوا يا ولاد كده بقي 3 ساعة ناخد دايق للمسال اللي باقية والباقية للهدية اللي بقول لكم عليها y equal x square دي رسمتها x equal y square دي رسمتها انا عايز الvolume ده نتيجة rotation ده about من يا ولاد about x axis يبقى انا حقول طالما about x axis يبقى y اللي فوق square minus y اللي تحت square يبقى انا هقول كده يبقى انا الاول هجيب الانترسيكشن points يحلوهم مع بعض حلتهم تلع عند الزيرو وعند الone يبقى هنقول الvolume between الكيرف pi y 2 square minus y y square dx y 2 square اه فين y 2 اللي دي ده العالية اللي دي دي جميل الway 1 اللي هي دي الway 1 اصلا اللي هي x square لما عملها square 2 x power 4 اعمل integration يا جميل اعمل integration كده طلعنا الvolume هدي فكرة فكرة تانية find volume x y equal 3 دي لما ارسمها خلي بالكو هو عايز يجيب about x axis طيب y equal 1 y equal 3 لما اعمل revolution about x axis و about y axis انا حبتدي بy axis الاول المنطقة دي لو ضارت حوالين y axis يبقى هتطلع بالمنظر ده طيب اي rectangle تاخده هنا كده rectangle ده دايما بين الكيرف وبين y axis من فوق اللي تحت هتلاقي نفس rectangle طيب انا عايز عايز اعمل revolution about y axis يبقى volume فيها dy يبقى هنكتب dy و x square وتطلع الاجابة بالمنظر ده اعمل integration تخلص المشكلة مش about y axis نفس السؤال هو بس about x axis لما اجي اعمل about x نفس المسألة يا أولاد about x axis خلي بالك بص rectangle ده والrectangle ده ده لما يعمل rotation هيعمل cylinder وده cylinder cylinder دي لغاية هنا between 3 وبتوين 1 أما في المنطقة من هنا لغاية هنا between curve وال 1 يبقى انا لما احب اجيب volume هقول y الكبيرة square الاول pi نكتب pi الاول volume هنعمل volume 1 اللي هو المنطقة دي plus volume 2 هنا من pi 3 square minus y square dx خلي بالك عشان about x اكس كتبت dx طب هنا volume x ده اللي هو y square minus 1 square ونعمل volume نعمل integration طبعا شي لل y y 3 over x يبقى y square يعني 9 over x square وعملت integration طلعت اللي بعدها خلاص نفس الفكرة يا ولاد نفس الفكرة عشان الوقت اهو المسألة قدامك هي تقدر توقف الفيديو عندها وتشوف الحل بتاعها بالتفصيل طيب ودي بقى فيه معلومة صغيرة عايز اقولها سريعا الفرق يعني السنتر 00 والريدياس ايه طب المنظر ده لو دي ايه ودي بي مش زي بعض النتيجة هتطلع اليبس اليبس حاجة بيضاوية كده بسموها اليبس اليبس ده لها سنتر 00 ولها ريدياي ريدياس وريدياس هنا ايه يبقى اللي على ال x ايه واللي على y b جميل ده حاجة اليبس طبعا زي ما انتا شايف بيرسموه بالشكل اللي هو ده انا بريلك كده انيميشن كده ازاي بنرسمها طيب بصوا يا اولاد انا عايز اجيب الفوليوم بتاع ال ellipse لو دار about x اكس هتقول لي عادي خالص اولا انا عندي هنا من نيجاتيف ايه لأيه لما اعمل روتيشن هنجيب ال y لوحدها ودي دي الناحية التانية واعمل multiply بي بقت ال y سكوير هتقول لي بقى انت عايز الفوليوم الفوليوم طالما قلت اباوت x اكس نقول dx وبعدين y سكوير شيل y سكوير وكتب ده قبل ما تشيل ده طالما قلت from negative a to a يبقى حشيل يبقى d even function even function يبقى دي خالص نفس الكلام يا ولاد لو عايز اجيب ده بص بقى للحتة الاخيرة اخر مسألة جايب لك point 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 عايز volume بتاع ده ده لو دار خلي بالك المفروض نجيب equation بتاع ده equation بتاع ده بس ده كده انا هققى ده يبقى اعمل حركة تانية احسن اقول لك اعمل rotation لده ده هيعمل كون صغير وده هيعمل كون كبير يبقى الكون الكبير ده شيل منه الvolume بتاع الكون الصغير يبقى انا عشان اجيب الvolume يبقى انا هقول الكون الكبير الradius ده بكام ب3 والهي ده 8 طب الكون الصغير ده الradius 3 والهي من 5 لات يبقى 3 هنجيب الvolume الكبير مينس الvolume الصغير يبقى انا كده عملت ده كده اعتقد بقى 10 دقايق العشر دقايق دول كده يا ولاد بقى ربع ساعة ممتاز ربع ساعة كده بهدوء احنا كده منهج الكالكولاس كله انتهى هنعمل لك الهدية اللي بعمل هالك في نهاية كل حلقة الهدية دي عبارة عن الرولز كلها بتاعة الكالكولاس مش رولز بس ده انا تعمدت هنا في الكالكولاس اجيب لك كمان بعض الموضوعات اللي ممكن بتعملكه وقلق عملت سامري لها ديت اجزامبلز عليها زي ما حتشوف خمسين سلايد تقريبا فيها مراجعة على منهج الكالكولاس كله مراجعة هتعجبك هدية ان شاء الله تستفيد بيها تعالوا كده بعض واحدة واحدة بصوا بقى يا ولاد رولز بتاعة الكالكولاس كله انا امرقملك لسلايد زهو عشان انت لما تجي تراجع لسلايد نمبر وان سلايد تو سري دي اول حاجة خدناها في المنهج اللي هو الderivative بتاعة trick functions derivative sine derivative cosine derivative tan derivative sick derivative cosic derivative cutan انا هتلاقيني كاتبلك كل الرولز عشان ترجع لها تلاقي نفسك كده مستفيد كويس بص ده الderivative بتاعة trick functions ده كان اول درس رجعنا تاني قلنا لو عندك رسمة وعايز تجيب الif داج بص يا ابني لو عايز اجيب الif داج دايما في اي رسمة هتلي tan سيتا يعني انت لو line زي ده عايزك تجيب الif داج تقول لنجيب tan سيتا طيب لو عند الاي عايز اجيب الif داج تقول لعند الاي ارسم tangent عند الاي اللي هي دي ارسم tangent الtingent parallel y axis يبقى الif داج undefined طيب عند البي فين البي اهي ارسم tangent حيطلع parallel x axis يبقى equal zero يبقى لو عند جراف وعايز تجيب f داج ما عندك function تقوم تعمل tangent وتشوف الانجل مع ال x axis يبقى الانجل مع ال x axis يدي لك ال tangent الif dash tan سيتا يعني طب جميل وقلتلكو زبان ان في حاجة لو تفتكر في الحالة اقول sick sick tan لو انا قلت derivative sick قل اتنين التانين sick tan انا قلت sick sick tan لو derivative tan يبقى sick time sick لا sick square ارجع للحلقات اللي فات الاولى او انا بلخص لك القوانين اهو يا جميل طيب الtingent لو parallel x axis ساعت نسميه horizontal tangent يبقى dy by dx 0 لو parallel y axis بنسميه vertical tangent لو قلتلك هات derivative كل كاعة بالنسبة لكل كاعة تانية تسمي dy y وتسمي dy z يبقى انا عايز اجيب dy by dx لما قل لك dy by dx هتقول نسمي dy ونجيب dy by dx z ونجيب dy by dx ونعمل chain rule يبقى انا عايز اجيب dy by dx طب جميل ده برضو حاجة تانية اللي هو لما قل لك dy d by dx اللي ه x عادي طب d by dx y power 5 تقول نزل الpower نقص 1 وبعدين dy by dx وقلت لك في فرق بين لو كانت y equal تقول تجيب dy by dx لو مفيش y equal اعمل d by dx اللي chain rule قلناها قبل كده بالتفصيل طيب في حاجة اسمها higher derivatives اللي هو first derivative second derivative third derivative ودي اشكال او examples كده على higher derivatives كويس اللي بعدها ياولاد slide number 5 قلت لك في فرق بين لو y معها x تجيب dy by dx عادي y معها x لو طلب منك dy by dx اعمل derivative عادي وزود في الاخر dx by dx ليه لان دي مش زي دي لكن لو d زي دي اعمل derivative وست لكن هنا by dx طيب لو y معها x وطلب dy by dz down square down up down بتنسوا الغلطة الوحشة دي يبقى تعمل dz by dx كويس قوي طيب لما اقول لك هاتلي equation line هتقول لي انا اقدر استنتج الéquation من شكل الpoints من شكل الpoints اقدر اجيب الéquation صح لان الéquation هي relation described الpoints في حاجات سريعة يولاد يعني هتقول y equal x هنا هتقول y equal double x هنا هتقول لي ان دايما y by three y by three y by three equal 3 ده equation اما لو ما فيش لو الحكاية صعبة له هرول هنقول دلوقتي قلت لك equation لما نيجي نتكلم الاول قبل لسلايد دي لما اقول لك line و line paralel يبقى الاسلوب قد الاسلوب بير بين دي قلنا بنستنتج ايه كويس قوي طيب equation tangent و equation normal قلنا لازم عشان تجيبهم لازم حاجتين point على curve و d y by d x حاجتين كنا بنعمل حتى ايدينا زي ما انا عامل كده هنا ان لازم حاجتين point على curve و d y by d x at this point لازم معلومات جميلة ومهمة لقلنا في حاجة اسمها ابسيسة حاجة اسمها ordinate ابسيسة اللي هي x ordinate اللي هي y وقلنا المعلومات اللي انا كاتبها دي كلها انا بس عشان الوقت مش قادر او داشرح تفصيلا كل واحدة اللي بعدها دي اجزامبل ياولاد لو point على curve وعايز equation tangent نعمل ايه طب لو point outside curve وعايز equation tangent نعمل ايه انا تلكو حديكو دايما اجزامبل زي كده في النص طيب لو قالك two curves tangential معناها ايه طب two curves orthogonal intersecting انا كاتب لك كل ده الميننج بتاع كل حاجة طيب لو قالك عربية مشية 10 kilometer per hour طوله حاجة من اتنين يعني نكتب dx by dt بتن يا اما نقول distance covered 10 t جميل برضو نفس الكلام لو قالك الصيد ده increases at rate 2 يبقى نقول dy by d لو قالك decreases at rate 2 dy by negative 2 او 2 t لو قالك x increases اوكي increases at rate 2 يبقى انا هقول في الحالة دي increases يبقى بال positive كويس بعد كده اتكلمنا ياولاد عن الشادو لما قولك شخص واقف وفيه شادو فيه ثلاث جمل مهمة rate of change of length of shadow يبقى d l by dt لما قولك لما قولك of end of shadow ال end of shadow بيبعد مسافة y يبقى dy by dt جميل طب لما قولك velocity بتاع الراجل يبقى dx by dt ممكز طيب وقلنا عشان تجيب relation بتقول دول parallel لو قلت 3 over 8 equal ax over ay طيب كويس قوي لما قول dh over dh هتبقى l over l plus x حاجة تانية يا ولاد ده انا تعمدت في e اجيب لك اشكال كتير جدا وعشان الوقت انا همر عليها ده شكل e دايما e يا ولاد يا اما x approach to infinity يا اما x approach to 0 limit limit infinity يبقى 1 over x وهنا x approach to 0 يبقى هنا x وهنا 1 over x وقلتلك لو فيه k تبقى e power k لو فيه n e power n لو n و m يبقى n طيب m المنظر ده ده من الحاجات المشهورة ولها prove خدناها قبل كده هتلي limit بتاع ده تقول l in a زي ده 2 power x minus 1 over x يبقى l in 2 ممتاز دول examples على e ده انا ديت examples كتير جدا طيب فيه فرق يا ولاد ده حتشوفها في النص دي اسمها polynomial دي اسمها exponents لو عايز solve polynomial equation بنعمل factorize او بنعمل كيبك roots بنطلع الroots اما في حالة exponents بنحط lin يمين lin شمال او log يمين log شمال عشان نحسبها جميل في حاجة اسمها common logarithm natural logarithm common logarithm يعني log business natural logarithm log business e log business log log business e log business lin ودي معلومات قلناها حاجة تانية يا ولاد دول examples انا قلت تعمدت اديتك examples كتير عشان ال e بتعمل لك الا يبقى في revision ده وفي الملخص اللي موجود ده تقدر تمر على الحاجات على الافكار المهمة دي حاجة تانية برضو دي افكار اخرى لل e بالحلول بتاعتها كاملة علشان سيادتك ونت بتراجع تشوفها قدامك تبقى مفيدة برضو حاجات تانية شوف قد اي يا ولاد جبتلك افكار علشان الجزء ده يتلم معك كويس حلوة ودي اخر حاجة بالنسبة اللن واللوج ديريفاتف ال e ب e وبعدين times الpower ديريفاتف ال a a lin a وبعدين ديريفاتف الpower ديريفاتف اللن شيل اللن واكتبها تحت ديريفاتف ال d ده فوق ديريفاتف ال log شيل ال log وكتبها بس جنبها lin a وبعدين ال ديريفاتف نصايح لو power 4 الفور تنزل قبل اللن لو اللن حاجة دي ما تسيبهاش كده خلاها one over x لو one over x طلعها فوق عشان يبقى ده derivative ده دي نصايح خدناها وكانت بتنفعنا وإحنا بنحل مسائل حاجة تانية يا أولاد chapter 3 لو f' positive يبقى function increase طب لو f' positive or equal zero بنسميها monotonic increase جميل طب لو f' smaller than zero يعني negative يبقى decrease طب لو smaller than or equal zero نسميها monotonic decrease وقلنا لو f' undefined امتى لو fraction والdenominator بzero لو فيها two branches يبقى لقيت f' a plus not equal f' a minus وقلنا المعلومات المهمة دي معلش أنا مش قادر بالتفصيل عند كل حاجة علشان الوقت طيب جميل ودي برضو حاجة من المعلومات المهمة لما أقول لك x غير لما أقول a ممتاز يبقى دي يا أولاد لو هنا x يبقى أنا بقولي function دايماً يعني بص رجع بقى تاني كده احنا معنا وقتا هو لو f' positive x smaller than zero طالما x أقول يبقى الكيرف دائماً الif داش نيجاتي يبقى الكيرف ديكريز أما لو عند الايه طالما عند نمبر أقول له تان على طول يعني الفرق من ده وده x يبقى نقول الكيرف ديكريزنج على طول أما هنا أقول له تان بنيجاتي طب برضو هنا x وهنا ايه هنا f داش x bigger than zero يعني positive يبقى الكيرف ديكريز هنا bigger than zero عند نمبر ايه نجيب تان سيتا يعني معناها السيتا أكيوت أنجل نفس الكلام اكس وايه هنا الفانكشن كونستانت عند الايه نقول تان سيتا بزيرو يبقى line parallel أو tangent parallel لأكس أكسس f داش اتقيب وان طالما ايه نجيب تان سيتا بوان يبقى معناها 45 الانجل 10A negative 1 يبقى معناها 135 الconvext اول ما شوف ارجع بقى تاني كده يا جميل f داش negative يبقى convex up positive convex down تلقى positive يبقى أنت happy negative يبقى أنت sad sad يبقى معناها convex up happy يبقى convex down جميل ده ملخص سريع increasing decreasing local maximum local minimum convex جابهم لك في وان سلايد جميل بصوا بقى يا ولاد الكريتكال بوينت بوينت عندها اففداش zero أو undefined عشان لو قالك define the critical point يبقى تقوله هي الpoint التي عندها اففداش zero أو undefined absolute maximum وminimum خطوتين خطوة نجيب الكريتكال بوينت الخطوة التانية substitute في الأصل greatest value absolute maximum smallest absolute minimum لو قالك sketch the graph ودك function بتعمل ايدك يقوله خمس حاجات الخمس حاجات local maximum local minimum point inflection point وبعدين two additional points طبعا five points if exist لو طلب الinfliction point انا عملتلك الحارة كديدة بتاعت الناس الشطرة هل يا ولاد لو convex up convex down convex up convex down في الأربع رسومات دول هل دائما الinfliction point هي الpoint التي تقع من convex up وconvex تقوله ده necessary condition يعني ضروري ولكن not sufficient في حاجة يا ولاد دائما نقول عليها necessary و sufficient necessary يبقى ضروري لكن مش كافية يعني ضروري انها تبقى between convex up وconvex down ولكن الشروط ان لازم يكون فيه tangent الشروط لازم يكون tangent هنا فيه tangent هنا ما فيش tangent لان two tangents يبقى دي not inflection بالرغم انها between convex up and down ده كرفات كان فيه conditions ازاي كنت تقولوك اكتب الكون وارسم الكرفات كنت شرحناها تفصيلا وده ابني الحاجات المهمة اوي ارجع لها لانا انا جاينا اكتب لك الاجابة على طول علشان كمراجعة لك لو رجعت للفيديو بتاع الجراف ده ده حيفيد كويس اوي على اليوتيوب طبعا برضو جايب لك function والحل بتاعها كل ده احنا شرحناها تفصيل شوف قد ايه جراف جايبه لك برضو ده conditions كتبتهم وكتبت meaning لكل condition وبعدين رسمت الكيرف اللي يتحقق فيه كل ده وكل ده شرحت لك بالتفصيل ازاي ترسمها برضو هنا قلتلك نصيحة لو عندك رسمة للف داش او فورا ارسم number line للف داش وتكتبها positive يعني above x axis negative below x axis لو عندك رسمة للف داش ارسمها والرسمة تبقى positive لو above x axis negative لو below x axis ومنها تعرف تكمل الرسمة الكيرف برضو دي كيرف تاني كنت ادت تخلك زمان وشرحت تفصيلا الكون conditions meaning الرسمة برضو دي حاجة تانية كنا قلناها شايفين قد ايه جبتلك جراف مسائل مهمة عشان الدنيا تتضبط خدنا بعدها اخر موضوع في الشابتر ده applications على maximum minimum قلنا ثلاثة خطوات يا جميل التلات خطوات وعمل لك صباعي كده تلاتة اول خطوة لازم تجيب x in terms of y الخطوة التانية تجيب relation اللي فيها maximum او minimum وتحول الى one variable بعدها تجيب f dash equal zero ده شابتر بتاع الانتجريشن دي قوانين الانتجريشن سكوير حولها cosine سكوير حولها لان لا يوجد قانون لسين سكوير لازم تتحول وبعد تعمل integration رجعنا قلنا فيه اربع اعمدة في الانتجريشن يابني لو fraction يبقى اللي فوق derivative لو لقيت اللي فوق derivative اللي تحت يبقى لين absolute لو bracket ما بيخارج ال bracket derivative اللي جوه يبقى integration على bracket نفسه integration الكلام في sine والكوزين رجعنا اخدنا عاشر قوانين دول ست قوانين الاول للا e ال e وال e وال fraction ال e وال fraction ده الاول ده بالexamples اللي عليهم هم عشان الوقت طيب رجعنا اخدنا integration by parts احنا اخدنا by substitution وباي parts باي parts لو كان عندي انواع مختلفة من functions لو انواع مختلفة من functions يبقى فتكر كلمة لات لما اقول لات لان احنا بنقول y ودي زد وال y بنختار واحدة لو two functions معمولين طايم بعض واحدة نسميها y واحدة نسميها d زد تبع لمين قلتلكو كلمة لات تشوف اللي تبع لات الاقرب تاخدها باي يعني الاولى يعني لو عندك log في باي لو عندك لين مع الايه طب لو عندك exponent و trick يبقى trick هي اللي ناخدها باي ودي نسميها d زد عشر قوانين في اللي هو trick function في integration integration sine cosine sine 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 دول اساسيين integration sine 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 عشان تبقى fraction ونعمل لين كوتان سيك انا قلتلكو زمان في بيت شعر كده قلتلكو تحفظها بسرعة اذا اردت بالسيك integration فعليك بالسيك والتان يعني لو جاب لك integration سيك عليك بالسيك والتان تعمل سيك بلاس تان سيك بلاس تان لو كو سيك يا ابني عليك بالكو سيك والكوتان تقوم تجب لك الاجابة على طول جميل رجعنا خدنا حاجة اسمها definite integral definite integral ادي حاجة وبعدين خدنا الarea والفوليوم دي مهمة جدا انا بس للأسف الوقت خلص لكن ده مهمة جدا ده الفوليوم اللي خدنا النهاردة ده الفوليوم between two curves ده الفرق بين الفوليوم ده فوليوم وده فوليوم لو between two curves خلي بالكوا revolution about x axis لازم اكتب دي x revolution about y axis لازم اكتب دي y لو region وعايز اجيب عايز اجيب الarea والفوليوم الفرق بين دول يا ولاد الarea هتعمل integration y1 minus y2 اما الفوليوم integration y2 square minus y1 square وبعد كده الarea هنا لو كانت بالnegative لازم نعمل absolute في الفوليوم لا نجيب فوليوم المنطقة الاولى وفوليوم المنطقة التانية خلي بالكوا دي دي كده الحمد لله خلصنا كده يا ولاد خلص الكالكولاس وده الهدية اللي انا بده تلكه اللي 52 سلايدز ده مراجعة ابتداء من الاسبوع اللي جاي باذن الله هندخل في الديناميكس من المواد الجميلة جدا اللي هتتبسط بها جدا وحتبقى طبعا ده منهج 30 درجة الوحدة الديناميكس نبتديها من المرة الجاية واشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة